دكتور خيان نتكلم بداية كده انعكاس مهرجان العالمين على الاقتصاد وعلى العوائد الاقتصادية اللي احنا كنا متخيلين انها تعود علينا منها طيب خلينا يعني في البداية نحسب المسألة بالفكرة التكلفة والعائد التكلفة كتكلفة خزنة الدولة لم تتحمل فيها اية اموال صفر اللي قايم بالمهرجان شركة شركة المتحدة من قدم لها كل الشكر نجحت في التنظيم بتدخل في المهرجان كمشروع من مشاريعها فهذه الشركة هي اللي تكفلت بعض طيب العائد العائد عاد على الجميع عاد علي أنا شخصيا برفع الروح المعنوية بعيدا خلص عن الاقتصاد ثم بعد كده ندخل في الاقتصاد نحن أمام مدينة جديدة قامت بها الدولة استثمارات ضخمة جدا جدا كان من المهم أن يكون هناك ضجيج أن يكون هناك إعلام قوي بوجود هذا الكيان الكبير المهرجان كان له دور مهم جدا في أنه يعلن بأن هذه المدينة موجودة هذه المدينة القائمة هي موجودة على قيد الحياة ثم نأتي بعد ذلك إلى قضية رعاية المستثمر الدولة المصرية لا تشجع المستثمر ليبدأ عمله فقط ولكنها تدعمه أيضا من أجل استمرارية ربحه فمن خلال هذا المهرجان المستثمرين اللي حصلوا على وحدات تجارية ووحدات استثمارية في هذه المنطقة من خلال هذه المهرجان بيبدأ يجيلوا عميل يكسب لأنه مكسبه هو اللي هيشجع آخرين أنه هم يجيجوا فأنا لما بشوف بلاقي إيه وده نموذج مهم جدا لكل الشركات الدولة المصرية عندما تضع مخطط استراتيجية مش مطلوب أن الحكومة نفسها هي اللي تقوم بكل شيء لابد أن الشركات تشتغل عليه فإحنا أمام مشروع أميد بالدولة المصرية هناك شركات زي الشركات يعني الأبراج مملكة الشركة هذه الشركة صارت مع مصاري الدولة فحصلت على حوافز وحصلت على مزايا ثم تأتي شركة الشركة المتحدة لتبرز ذلك ثم بندعو شركات الكطاع الخاص أنا شخصيا نفسي بدعو شركات الكطاع الخاص أن الحوافز والضمانات اللي بتقدمها الحكومة إذا أنت اشتغلت على استراتيجية الدولة فأنت هتلاقي حوافز والضمانات وهتلاقي اللي يساعدك وهتلاقي الدولة بتحاول تسوق لك وتحاول تدعمك مش هتسيبك مش مجرد أن أنت هتيجي وتبدأ مشروعك والدولة هتسيبك فطبع النهاردة هذا المهرجان لما بيصلت الضوء على هذه المدينة وتابعنا على فكرة مش المدينة بس السحل الشمالي بالكامل نجحت هذه المدينة بموقعها الفريد أن تكون عاصمة للإقليم الغربي وأنها تجذب عدد كبير من السائحين ورواد الأعمال والمستثمرين على طول كل واحد لما بيكون في مكان عينه بتشوف لو حد عنده استثمارات في الكطاع الخدمي بتلاقيه هو في وزد ما هو بيستمتع أو عينه بتقتنص الفرصة حد عنده استثمار عقاري عينه بتستمتع أنا مش هاخد في العالمين طب ده أنا هاخد طب فيه مارينة طب فيه كذا ففيه فرص الفرص الاستثمارية اللي موجودة في العالمين كثيرة جدا ومتنوعة جدا ووعدة جدا بإمكانيات كبيرة جدا هذا المهرجان صلت عليها الضوء فتحققت نتائج مباشرة حالية ونتائج مستقبلية كبيرة جدا أتصور إن كل ما تم التخطيط إليه وكم لما تم استهدافه من المهرجان قد تم تحقيقه بالفعل عظيم إذن المشاريع كانت موجودة كانت محتاجة بس حد ينور على هذه المشاريع للمستثمرين